موسيقى في ديسمبر عام 1948 شهد العالم موصف بحدث تاريخيا إذ اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة لإعلان العالمي لحقوق الإنسان ثلاثون مادة تمحورت حول سبو الضمان كرامة الإنسان وأمنه وحريته معكم في سلسلة حلقات من حق نرصد واقع هذه الحقوق بعد نحو سبعين عاما من أقرارها وكيف أن الملايين بل عشرات وربما مئة الملايين لا يعرفون منها إلا حق التنفس في حلقتنا هذه نصلت الضوء على حق الفلسطينيين في الحماية من العنصرية الممارسة بحقهم من قبل الاحتلال الإسرائيلي أهلا بكم إذنات دولية للانتهاكات الإسرائيلية وتهمت بممارسة الفصل العنصري ضد الفلسطينيين تهمت منظمة العفو الدولية سلطات الاحتلال الإسرائيلي بممارسة سياسة فصل عنصري ممنهج بحق الفلسطينيين ومعاملتهم على أنهم جماعة عرقية دونية وطلبت الأمينة العامة للمنظمة أنياس كلمار بمساءلة إسرائيل على جرائمها بحق الفلسطينيين في عموم الأراضي الفلسطينية فضلا عن اللاجئين النازحين في بلدان أخرى الانتهاكات الإسرائيلية بحسب التقرير شملت أعمال قتل غير مشروعة والاستلاء على الأراضي بشكل كبير والنقل القسري إضافة إلى قيود على حرية التنقل والحرمان من حق المواطنة ونفتح نقاش هذه الحلقة مع ضيفين نرحب من عمان بالدبلوماسي السابق وعضو الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج الدكتور ربحي حلوم كما نرحب أيضا بضيفنا عبر سكايب ينضم إلينا من ستوكهولم رئيس منظمة القانون من أجل فلسطين الدكتور إحسان عادل أهلا وسهلا بكم ضيفي دكتور ربحي حلوم أبدأ معك لأول مرة تواجه منظمة العفو الدولية مباشرة وبشكل واضح تهمة الأبرتهايد أي الفصل العنصري لإسرائيل بحق الفلسطينيين هذه الممارسات رافقت نشأة الكيان لماذا الآن أنا شعيد جدا أن الأطراف الدولية المعنية قد تنبهت من غفوتها على امتداد السنوات الطويلة الماضية لكن أن يكون الإجراء خير من أن لا يكون حتى روجاء متأخرا هذه الخطوة تأتي الآن بعد أن استفحلت واستشرست الإجراءات الصهيونية بحق شعبنا في الداخل وبلغت مدى غير مسبوق في التاريخ هذا الاحتلال الذي يعتبر آخر احتلالات في الحقبة المعاصرة في العالم آن الأوان أن يتخذ الرأي العام العالمي ومؤسساته الدولية إجراءات تحفظ للإنسان كرامته في هذا العصر الذي قلت قبل قليل أنه غير مسبوق في التاريخ ولم يسبق أن تصرف أي احتلال في التاريخ بمثل ما يتصرف به الاحتلال الصهيوني القائم دكتور ذكرت إجراءات دعني أنتقل إلى دكتور حسان عادل هذا القرار على أهميته أقصى ما سيحققه لسيحرك المحكمة الجنائية الدولية أم سيطوف الأدراج نعم بداية تحية لك ولضيفك ولجميع المشاهدين حقيقة هذا تقرير مهم جدا وهو بالتأكيد خطوة متقدمة وإلى الأمام باتجاه تحقيق العدالة للفلسطينيين أصبح الآن يمكننا الحديث عن إجماع دولي من حيث الحقوقيين أن ما يحصل في فلسطين هو ليس فقط احتلال وإنما هو جريمة فصل عنصري هذا وطبعا العفو الدولية هي منظمة بملايين الأعضاء والمتابعين هذا بالتأكيد له تأثير على مستوى الوعي العالمي باتجاه شرعية هذا ما يمارس في الأراضي الفلسطينية المحتلة وأن ما يحصل ليس مجرد فكرة نزاع بين دولتين الأمر أكبر من ذلك الأمر يتجاوز ما هو مقبول ويتجاوز ما يمكن تبريره ضمن ما تقوم به إسرائيل عادة من اعتبارات أمنية وكل ما إلى ذلك نعم دكتور إحسان نواجه مشاكل في الصوت سنتيك بعد الوقت لربما تنحل هذه المشكلة وأعود إلى دكتور ربحية حلوم دكتور الأمر يتعلق بإسرائيل كما ذكر دكتور إحسان هي أكبر منظمتين حقوقيتين ولكن ليس دائما قرارات هذه المنظمات تأخذ إجراءات أو واقع عملي نحن نتحدث صمت المجتمع الدولي في جزء كبير منه يرتبط كون أكبر دولة في العالم داعمة لإسرائيل المجتمع الدولي الذي انتفض على حالات الفصل العنصري على مدى هذه العقود عندما يأتي الأمر إلى إسرائيل لماذا يراقب ولا يتحرك كما تفضلت هناك إحدى القوتين الأعظم في العالم الإدارات الأمريكية المتعاقبة تتوالى على احتضانها للكيان الصهيوني الغاصب تحت كل الظروف حتى في عدوانها على الشعب الفلسطيني حتى في اقتلاعها الشجرة والحجر والإنسان من أرضه في فلسطين الإدارات الأمريكية المتعاقبة تحتضن هذا الكيان وبالتالي تشجعه كرأس حرب متقدم لرعاية مصالحها الإمبريالية في المنطقة ضد كل شعوب المنطقة ليست ضد فلسطين فحسب لأنها في ممارساتها هذه في فلسطين هي تعلن عداءها الصارخ والمفتوح لكل شعوب المنطقة في الأمتين العربية والإسلامية على السواء وبالتالي هذا الاحتضان هو الذي يشجع الكيان الصهيوني على الممارسات إذا تفهمنا فكرة هذا الاحتضان من قبل واشنطن وربما بعض الدول الكبرى التي تدعم إسرائيل ماذا عن الدول التي تجاهر بعدائها لإسرائيل ماذا قدمت في سبيل إقاف هذه الممارسات للأسف الشديد هناك خطوات شد عكسي في هذا الاتجاه وهو صند بعض الأنظمة دعيني أقول العربية وانخراطها في التطبيع مع هذا الكيان يشجع الإدارة الأمريكية على احتضانها للكيان الصهيوني هذه الأنظمة عليها أن تدرك أن الخطر الصهيوني لا يتوقف ولن يتوقف على فلسطين فحسب سيطال المنطقة بأسرها لأن هذا كما قلت هو آخر احتلالات في التاريخ المعاصر دكتور ربحي سنواصل في هذه الفكرة ولكن دعني أعود إلى دكتور إحسان عادل أنضم إلينا من جديد دكتور كنت تعطي تتحدث بمسألة مهمة وهي أن هذا القرار صدر عن أكبر منظمتين دوليتين أقصى ما يمكن أن تتمكن هتين المنظمتين من الضغط من خلاله هل يمكن أن نصل إلى مرحلة إيقاف هذه التجاوزات هل هذا ممكن؟ نعم بالنسبة لي هناك مسألتين مهمتين يمكن أن نأمل أن نرى تأثير لهذا التقرير بخصوصهما المسألة الأولى كنت ذكرتها في السؤال في البداية وهو ما يتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية الآن المحكمة الجنائية الدولية موضوع فلسطين هو على طاولة المحكمة المحكمة في قرار الدائرة التمهيدية في فبراير العامل الفائت قالت بشكل واضح وصدرت قرارا بأن لها اختصاص فيما يتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة هذا يشمل وفق قرار المحكمة الضفة الغربية القدس الشرقية وقطاع غس الآن هناك تقرير من العافو الدولية بالإضافة إلى التقارير السابقة للمنظمات أخرى يقول بأن جريمة فصل عنصلي ترتكب في هذا النطاق والذي هو ضمن نطاق عمل المحكمة هذه الجريمة هي تدخل في عمل المحكمة بل هي من أخطر الجرائم التي تدخل في عمل المحكمة لأن هذه الجريمة هي تمثل جريمة ضد الإنسانية ما معنى جريمة ضد الإنسانية؟ أنا فقط أنوه إلى خطورة وأهمية هذا التقرير جريمة ضد الإنسانية يعني أننا نتحدث عن سياسة ممنهجة تقوم بها الدولة لا نتحدث عن فعل فردي شخص أو قائد في الجيش يقوم بارتكاب جريمة عندها يمكن أن تكون هذه الجريمة جريمة حرب مثلا لكن عندما يكون هناك فصل عنصري هذا يعني أن الدولة ككل سياسة الدولة ككل قائمة على تنفيذ الأبرتايد وعلى أن يكون العق اليهودي هو المسيطر ولكن ديكور اسمحني أن أقاطعك هنا فقط هذه الممارسات موثقة على الأعلام ليست مخفية تظهر إلى العلن هل هي بحاجة إلى هذا التصنيف أو إلى هذا القرار لكي يلتفت إليها العالم المجتمع الدولي هنا السؤال هل هذا سيجبره على التحرك؟ هي موجودة وظاهرة دعينا نتفق بأن المجتمع الدولي لسيما القوى الغربية لها علاقات مستهرة مع الاحتلال الإسرائيلي وبأن هذا الاحتلال ما كان له أن يستمر كل هذا الأمد دون وجود حماية ودون وجود ظهير ودون وجود الفيتو الأمريكي وكل ما إلى ذلك هذا مؤكد ولكن وجود هكذا التقارير هو يعري هذه الحقيقة بشكل واضح هو يتحدث مع هذه الإدارة لأنه هناك دائما تبيرات تقدم الاعتبارات الأمنية والاحتلال موجود بسبب أن هناك من يريد القضاء على إسرائيل كل ما إلى ذلك دائما هناك تبريرات أمنية هذا يمكن أن يصلح في حالة الاحتلال لكن لا يمكن أن يصلح في حالة جريمة فصل العنصري لأن هذه جريمة الاحتلال نفسه في القانون الدولي لا يمثل جريمة لكن الفصل العنصري يمثل جريمة لا يمكن تبرير جريمة وهي من أقضع الجرائم يعني هي جريمة تجاوزها المجتمع الدولي لذلك كيف يمكن للاتحاد الأوروبي كيف يمكن للولايات المتحدة روسيا كل هذه الدول كيف يمكن لها أن تبدأ استمرار علاقات استمرار توريد الأسلحة مثلا لذلك كان هناك توصية من هذا التقرير بشكل واضح لمجلس الأمن للدول الغربية بأن تتوقف عن تزويد نظام الفصل العنصري بالأسلحة لأنها مشاركة تصبح في هذه الجريمة دكتور دعنا نتابع في هذا الحديث ولكن بداية نتوقف مع ممارسات إسرائيل منذ قيامها حيث نفذت شتى صور الانتهاكات والممارسات العنصرية بحق الفلسطينيين لم يسلم من انتهاكاتها واعتداءاتها البشر والشجر والحجر الأمم المتحدة اعتبرت أن هدم إسرائيل المباني السكنية بمثابة عقوبات جماعية محظورة وفق القانون الدولي في يناير 2022 دعت ثلاث وكالات أممية إسرائيل لوقف سياسة الاعتقال الإداري وطالبت الأمين العام للأمم المتحدة بحث إسرائيل على وقف اعتقال الأطفال إداريا وشددت على ضرورة إقاف تلك الممارسات التي تحرم الأطفال من حريتهم تقرير لمنظمة العفو الدولية وصف الممارسات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين بجرائم الفصل العنصري التقرير ذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتل الفلسطينيين عمدا دون مبرر ما يشكل جرائم حرب وتواصل حصارا غير قانوني برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ نحو 15 عاما من جهتها أصدرت منظمة هيومن رايتس واتش تقريرا قالت فيه أن إسرائيل ترتكم جرائم فصل عنصري والطهاد وتمارس انتهاكات جسيمة ضد الفلسطينيين مركز عدالة القانوني لحقوق الفلسطينيين داخل إسرائيل رصد 65 قانونا يعد تمييزا ضد الفلسطينيين إذن أعود إلى ضيفي لنستكمل هذا الحوار أتابع معك دكتور إحسان ذكرنا مسألة هامة هنا وهي القوانين كيف طوعت إسرائيل قوانينها لتغطية ارتكاباتها نعم هذا في الحقيقة مسألة كانت في مركز تقرير العفو الدولي الأخير وقبله طبعا تقرير هومن رايتس ووتش بشكل واضح القوانين الإسرائيلية مثلا قانون القومية هو بشكل واضح يقصي الفلسطينيين في داخل إسرائيل بحيث أنه يعتبرهم مواطنين من الدرجة الثانية يقلل من مستوى اللغة العربية كلغة رسمية يعتبر أن الاستيطان اليهودي هو أولوية يحرمهم من فكرة القومية كل هذه المسائل أيضا ما يتعلق بالقوانين التي تتعلق بحقوق الملكية قانون ما يعرف بقانون العودة الذي يتيح لكل يهودي حيثما كان في العالم أن يأتي إلى إسرائيل وخلال فترة قصيرة يحصل على الجنسية ويصبح مواطن من الدرجة الأولى ويمكن له أن يسافر ويذهب حيثما يشاء في أي وقت ويستقر ويستثمر كل ما إذلك في المقابل الفلسطيني اللاجئ منذ عام 48 الذي هو مواطن أصلي في هذه الأرض وذريته الأجيال اللاحقة له لا يمكن لها الوصول مجرد الوصول إلى مدنهم وقراهم هذا تم من خلال أيضا القوانين التي تفصل وتميز وتجعل الإسرائيلي أو اليهودي في طبقة فوق ومتقدمة على الفلسطيني دكتور ربح حلوم هل سن هذه القوانين شرعن ممارسات إسرائيل بنظر المجتمع الدولي علما وأنه كما ذكر الدكتور إحسان هذه القوانين تتعارض مع القرارات الصادرة عنه مثلا قرار 194 الذي يكفل لهم حق العودة كما تعلمين ويعلم المشاهد الكريم والمستمع الكريم الكيام الصهيوني يضرب بعرض الحائط كل القوانين الدولية والأعراف الدولية والقرارات الصادرة عن الأمم المتحدة ليس القرار 194 وحده هناك عشرات القرارات بل مئات القرارات التي تدين هذه الممارسات الصهيونية لكن كما قلنا احتضان الإدارات الأمريكية وبعض الدول الغربية لهذا الكيام والإبقاء عليه كرأس حرب لمصالحه يشجع الكيام على استمرار في هذه الانتهاكات دون أن يضع في الاعتبار أي قيمة لهذه القرارات وهذه المواقف الدولية أضف إلى ذلك أن هناك ضغوطا تمارس على السلطة الفلسطينية القائمة لكي لا تمارس حقها في طلب انعقاد محكمة الجنايات الدولية بل على العكس من ذلك تضغط على السلطة الفلسطينية من أجل أن تأجل أو تغلق هذه الملفات وتجمدها إلى أجل مسمى وهذا ما يحصل حاليا هناك مسؤولية كبيرة تقع على السلطة الفلسطينية القائمة يعني استبقت هذه النقطة دكتور التي أريد أن أعود إليها ولكن بما أنه نتحدث عن مسألة القوانين أعود إليك دكتور إحسان عادل يعني حتى الآن فقط لنفهم هذه النقطة هناك احتضان أمريكي هناك ربما المجتمع الدولي داعم بشكل مباشر أو بشكل موارب لإسرائيل ولكن المنظمات الحقوقية التي نشطت ليست فقط من المنظمات العربية أو من المنظمات الدولية التي تعنى بحقوق الإنسان هناك منظمات حقوقية إسرائيلية ترفض وتصنف ممارسات إسرائيل بالفصل العنصري حتى هذه لماذا لم تتمكن من التأثير في المجتمع الدولي؟ نعم يعني في الحقيقة التأثير حاصل التأثير حاصل ويتمدد يعني هذه التقارير التي صدرت في السنة الأخيرة لـ Human Rights Watch والعفو الدولية جاءت بعد تقارير المنظمات الإسرائيلية قبلها طبعا كانت تقارير المنظمات الحقوقية الفلسطينية قبل ذلك أو في غضون كل ذلك أيضا كان هناك في عام 2007 ومثلا ذلك كان هناك تصريح وقتها أخذ صدى كبير من جون دوغرد الذي كان مقرر خاص لفلسطين في الأمم المتحدة وهو جنوب إفريقي فهو شهد الأبرتايت في جنوب إفريقيا وقال ما رأيته في فلسطين لا يختلف في الواقع بل هو أسوأ مما شهدته في جنوب إفريقيا إذن هناك متعاظم يحصل اتجاه تصنيف هذا الكيان ككيان فصل عنصري لماذا يأخذ العمر وقتا؟ لأن هذه مسألة أولا بالتأكيد كما قلنا السياسة تتدخل وأيضا هذه مسألة خطيرة وصف كيان بأنه لم يحصل في التاريخ الحديث بعد جنوب إفريقيا بأنه تم اتهام دولة كدولة بأنها تمارس جريمة الفصل العنصري يمكن يكون هناك جريمة ما مثل تمييز عنصري لكن جريمة فصل العنصري هذه الجريمة يعني أن الدولة ككل ولذلك العفو الدولية قالت بشكل واضح المطلوب الآن من المجتمع الدولي هو مقاربة جديدة للتعامل مع كل هذا الصراح هذا ما سنستكمله دكتور اسمح لي ولكن دعنا نتوقف مع بعض الشهادات من أهل البيت والتي تتعلق بتقرير نظمة العفو الدولية بخصوص اتهام الاحتلال الإسرائيلي باتباع سياسة فصل العنصري بحق الفلسطينيين استطلعنا أراء عينا من الشارع الفلسطيني بخصوص التقارير الدولية وأبرز الانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون نتابع التقرير المهني وشفاف استند إلى مجموعة من الحقائق والدراسات التي قام بالعمل عليها طوال فترة من الزمن جاء ليعري ما تحاول أن تستطر خلفه دولة الاحتلال بأنها واحة الديمقراطية وحقوق الإنسان أنا أعتقد أن آن الأوان لإرادة دولية حقيقية لبناء جبهة دولية من أجل محاسبة ومحاكمة إسرائيل الكوة القائمة بالاحتلال بوصف النظام الذي تقوم به هو نظام فصل عنصري يقوم على اضطهاد شعب آخر نحن مبسطون كثير على هذا القرار إذا طبعا أكيد بالطبق هو طبعا قرار مهم للفلسطينيين كمان أنه تعترف أن دولة الاحتلال أعطت هذا القرار فهو مهم كثير لنا للفلسطينيين نحن نقول لكل العالم بأن يعاقب إسرائيل كمعاقبة مجرمي حرب لأن إسرائيل تقتل وتعتقل وتحتجز أشخاص ذوي أعاقة داخل السجون الاحتلال طبعا هلأ أول مرة إحنا كشعب فلسطيني من نجد مؤسسة دولية توقف بشكل جدي تفضح الجرام والاحتلال الإسرائيلي أنا لا أراهن على قرارات دولية ولا أراهن على الغرب أنا أراهن فقط على شعبنا الفلسطيني بوحدة هذا الشعب فقط سننتصر موضوع السياسة العصرية الصهيونية هي عبارة عن فلسمة الفكر الصهيوني وبالتالي هي مش عبارة عن سياسة مؤقتة أو مجهة ضد الفلسطينية أو مجهة ضد كل الشعوب وبالتالي هذا النهج بيحتاج أن العالم يغير تفكيره كله في موضوع تطبيق القوانين والنظام الدولي والقوانين الجناب وإلى آخره على إسرائيل تقدر تحكي عرب 48 أكتر الناس بتعاني كثير الناس فكروا أنه مخدير راحتهم في الحركة والنازل بالعكس يعني بيعانوا كثير يعني يمكن أهل غزة عندهم حرية أكتر منهم وكمان ممكن أنت تحكي للتقارير العالمية زي الأنوروة والحاجات هذه والمنظمات الحقوقية بتكونش متطلعة كل التفاصيل الشعب الفلسطيني بالأخص غزة بتعاني من عنصرية كبيرة من الجانب الإسرائيلي من ناحية الحروب عدم تحويل المرضى من قطاع غزة إلى الجانب الآخر اللي هو القدس مثلا للعلاج ضغوطات النفسية اللي بعيشها القطاع والله في ممارسات على الشعب الفلسطيني قوي جدا من جهة دولة إسرائيل وأنا رجل مصاب يعني حاب أطلع بره تعالج كم للأسف الشديد مش قادر أطلع من غلاف غزة كشعب معروف أنه ما له حق زي ما يحكوها نحن حق رايح من هلكون كله ونعود إلى ضيفينا لنستكمل ما تبقى من هذه الحلقة دكتور ربحي حلوم تحدثنا في ضرب إسرائيل بعرض القوانين الدولية تحدثنا في الاحتضان الغربي لإسرائيل الذي ساهم بمفاقمة هذه الانتهاكات دعني أسألك عن نقطة كنت طرقت إليها وهي مسؤولية المسؤولية الداخلية هل ساهم الانقسام الفلسطيني بتفادي إسرائيل بهذه الممارسات بشكل غير مباشر؟ أختي الكريمة دعيني أكون صريحا كل صراحة معك النظام الدولي للأسف الشديد يوجب على إذا كانت هناك فرصة لأن تفتح محكمة الجنات الدولية قضايا ضد هذا التنجيز العنصري وضد كل هذه الانتهاكات لا بد من دولة تقدم طلبا رسميا بذلك وبالتالي السلطة الفلسطينية القائمة بموجب اتفاق أوسلو الكارثي للأسف الشديد تمارس عليها ضغوط دولية وأمريكية بالدرجة الأولى وبعض أوروبية أيضا لأن لا تفتح هذه الملفات على العكس من ذلك تطلب من هذه السلطة والسلطة بكل مرارة أقول توافق على هذه الملاءات وتطلب من محكمة الجنات الدولية أن لا تفتح هذه الملفات أليس لديها أدوات أليس لديها خيارات أخرى في السلطة دكتور فقط لنفهم هذه النقطة دائما نتحدث في الضغوط ولكن هل هذا أقصى ما يمكن لها أن تتحرك به؟ هناك فرصة لمجرد تقديم طلب لمحكمة الجنات الدولية ستنهز إسرائيل والكيان الصغيوني وستفتح محكمة الجنات الدولية قضاياها ضد الكيان الصغيوني بالتأكيد لكن السلطة الفلسطينية تستجيب للضغوط الأمريكية لأن الضغوط الأمريكية والدول المانحة توقف منحها للسلطة الفلسطينية وهذا الاستجابة من السلطة بهذا الشأن في تقديره هو أكبر الأخطار الماثلة ضد هذه الانتهاكات التاريخية وغيرهم دكتور إحسان عادل لدينا أقل من دقيقتين هل ربط ممارسات الفصل العنصري من قبل إسرائيل بحل عملية السلام بمجمل حل القضية الفلسطينية ساهم بمفاقمة هذه الممارسات يعني تفكيك هذا النظام ماذا يحتاج؟ هل ينتظر حل القضية ككل؟ سؤال مهم أشكرك يعني ما يتطلبه هذا النظام هو تفكيك هذا النظام يعني مسألة الحل القضية الفلسطينية ومسألة إنهاء الاحتلال هي الآن حتى أصبحت جزء تابع هذا نظام استعماري استيطاني أراد أن يخرج ناس من أرضهم وديارهم ويحل مكانهم نحن لا نتحدث عن احتلال بصورة نزاع بين دولتين كما أوضحت لذلك المفارقة المهمة الآن هي أن تتعامل السلطة ابتداءا وأن تتعامل المجتمع العربي أو الدول العربية ككل والمجتمع الدولي بالمقاربة الجديدة بأن هذا نظام ككل يحتاج إلى تفكيك جميع كما ذكرت تقرير عفو الدولية جميع سلطات الإدارة المدنية والعسكرية في إسرائيل تقريبا فضلا عن المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية تشارك في تطبيق نظام الفصل العنصري هذا ليس كلامي كلام تقرير عفو الدولية ماذا يعني هذا؟ يعني أن كل هذا النظام بغض النظر عن الحكومات الموجودة حكومة يمين حكومة يسار حكومة تريد السلام حكومة لا تريد السلام كلها قائمة على أساس وتحقيق خدف الفصل العنصري بالتالي المسألة ليست فقط في إحقاق أو تحقيق سلام المسألة في تفكيك هذا النظام إنهاء نظام الفصل العنصري ثم بعد ذلك يمكن الحديث عن حريات ودولة فلسطينية مستقل وكل ما إلى ذلك أنا أشكرك جزيلا من ستوكهولم حدثا عبر سكايب رئيس منظمة القانون من أجل فلسطين دكتور إحسان عادل كما أشكر من عمان الدبلوماسي السابق وعضو الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج الدكتور ربحي حلوم بهذا تنتهي حلقتنا من سلسلة حلقات من حقي ومواعدنا يتجدد الأسبوع المقبل إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر